هذا وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ناقش آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق للتهديئة ووقف إطلاق النار في القطاع كما أكدت الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي أكد خلال المناقشات على الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة كما شدد على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب في غزة وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية أكد كذلك ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة وشدد في الوقت نفسه على أهمية إنفاذ حل الدولتين في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية